قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الرقراجي لن أصافح اللاعبين بعد اليوم الفيديو يورط لاعبي المنتخب الوطني المغربي بوفال والزلزولي النجم المصري محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب المغربي بهذا التصريح الكبير والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار الرقراجي لن أصافح اللاعبين بعد اليوم خرج المدرب الوطني وليد الرقراجي في تصريح جديد حول الأحداث التي أعقبت مواجهة المنتخب المغربي ضد ناظره الكونغولية والتي اندلعت بعد السوق الفهم بين الرقراجي وقائد منتخب الكونغو وقال الرقراجي في ندوة صعفية تحضر لمواجهة زامبيا التهمت بالعنصرية وهو أمر مخزن بصراحة وقد تلقيت رسائل عنصرية وتهديدات في منصة التواصل الاجتماعي ونفس الأمر بالنسبة للعب بيمبا نحن في مباراة كرة قدم فقط وضف الرقراجي اللاعب تحدث عن بعض الكلمات وهو لم يوضح الأمور لذلك فإن الناس ذهبوا جميعا إلى اللون المختلف وقالوا إن الأمر يتعلق بالعنصرية وبخصص الموضوع ختم مستقبلا سأحيي المدرب والحكام فقط ولن أصافح اللاعبين بعد اليوم الفيديو يورط لاعبين المنتخب الوطني المغربي بوفال والزلزولي ورط موسى الحبشي محلل الأداء بتقنية الفيديو داخل الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب لاعبين في صفوف كتيبة المدير الفني وليد ريكراكية بعدما تم تنبيههم للأخطاء الفرضية التي يرتكبانها بالسبب كثرة المراوغات والتي يستفد منها منافس أصد الأطلس في قيادة هجومات مرتدة تشكل خطورة على مرمى الحارس ياسين بونو وأكد موقع العرب الجديد أن وليد ريكراكي حضرت تنائي سوفيان بوفال لاعب نادريا القطري وأيضا زامي له عبدالصمد الزلزولي لاعب نادريا البيتيس الإسبانية للأخطاء التي يرتكبانها في بعض المحاولات التي يريدان من خلالها اختراق دفاع منافسي المنتخب المغربي رغم وجود أكثر من لاعبين أو ثلاثة أمامهما الريكراكي وبعدما حصل على مقطع فيديو من محلل أداء لاعب المنتخب المغربي موسي الحبشي وزامي له كينغستون حرص على تنبيه اللاعبين بوفال والزلزولي للأخطاء التي يرتكبانها والتي غالبا ما يقود منها منافس المنتخب المغربي محاولات خطيرة وتمت مواجهة بوفال والزلزولي بكل شيء والهدف تجاوز كلما من شأنه أن يؤثر على مرضودهم الفني وأدائهما فلا أحد ينكر الدور الذي يلعبه سوفيان وعبدالصمد في مساعدة الخط الأمام للمنتخب لكن رقراجي يريد من عنصره أن تتجاوز كل الأخطاء التي جرى ارتكابها أمام تنزانيا وخصوصا أمام الكونغو الديمقراطية نجم منتخب مصر محمد صلاح يفاجئ لعب المنتخب المغربي بهذا التصريح الكبير أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفيربول الإنجليز لكرة القدم من المنتخب المغربي غير الصورة الأفريقية حول العالم بعد الإنجاز الذي قدمه في كأس العالم الأخير بقطر بوصوله إلى الدور النصف النهائي في حادث فاجأ الجميع وعطى صورة جديدة لما وصلت إليه إفريقيا في كرة القدم وقدرتها على مجارة بقية المنتخبات العالمية وقال محمد صلاح أن كأس أمم إفريقيا باتت من كبريات المصابقة العالمية وزاد حضور المغرب في نصف نهائي المونديال من قيمتها ناهيك عن وجود مجموعة من اللاعبين المتفوقين في أكبر الأندية الأوروبية وهو ما يجعل من الكان مسبقة تستحق الإحترام والمتابعة من طرف الجميع وليس الأفريق فحسب وعد من رومانسيس للجمهور المغربي قبل مواجهة زنبيا قدم عميد المنتخب المغربي رومانسيس وعده للجماهير المغربية بعدم تكرار المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي خلال مباراة الكونغو الديمقراطية في أخر جولة من دور مجموعة تلكا بالسحل العج وقال رومانسيس نعلم أن الأداء أمام الكونغو خلف رجة وشكوك في أوساط الجماهير المغربية نعلم ذلك جيدا وقد قمنا كلاعبين وكقائد بتقييم ذلك ولم أكن راضيا عنها لذلك لن تتكرر تلك الصورة أمام زنبيا لأن الظروف لن تكون ممثلة وضف زنبيا ستلعب للفوز لأن هذا هو الخيار المتبقي لها للتأهل لذلك ستترك فراغات في الخلف والمباراة ستكون مغايرة تماما في شكلها في ذلك الظروف المرحة المحيطة بها ونحن جاهزون للانتصار بمشيئة الله تعالى والحفاظ على صدارة المجموعة وتأتي هذه التصريحات بعد طمأنة النخب الوطني وليد ريجراجي للجماهير المغربية التي تصرب إلى عقلها الشك عقب الأداء غير المقنع للأصود في مباراة الكونغو ديمقراطية في حال تأهل كمتصدر المنتخب المغربي يواجه في ثمن نهائي كان الفين وثلاثة وعشرين صاحب المركز الثاني من مجموعة تونس من المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي في ثمن نهائي كأس أمام إفريقيا الكوديفور الفين وثلاثة وعشرين صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة في حال تأهل كمتصدر للمجموعة السادسة هذا وسيلقي أصود الأطلس في حال تأهلهم إلى الربع النهائي المسابقة القارية الفائز من المواجهة بين الرأس الأخضر ومنتخب موريطانيا وسيواجه المنتخب المغربي في حال وصوله لنصف نهائي كأس أمام إفريقيا أحد منتخبات نيجيريا أو الكاميرون أو أنجولا أو صاحب المركز الثالث عن المجموعة الثالثة وفي السيناريو آخر ستلقي النقبة الوطنية المنتخب المصري في توم النهائي كنال كوديفور في حال احتلالها لوصفة ترتيب المجموعة السادسة على أن تواجه كتيبة وليد ريكراكي في الدوري الرابع النهائي أحد منتخبات غينيا أو غينيا الاستوائية هذا وسيواجه المنتخب المغربي في نصف نهائي المنافسة الأفريقية نظره السينيغال أو بوركينافاسو أو الكوديفور في حال تأهلهما رسميا أو مالي في حال تصدر مجموعتها وفي حال تأهل أصد الأطلس إلى دوري الستة عشر كأفضل التوالد فإنه سيلاقي منتخب السينيغال في دوري التوم النهائي وفي حال تأهل المنتخب المغربي في ريادة المجموعة السادسة سيواجه تاني المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا تونس مالي ونميبيا حيث أن جنوب إفريقيا تعتبر الأقرب لنيل المركز الثاني في هذه المجموعة وفي حال تأهل المنتخب المغربي في وصفة مجموعتها سيكون الخيار المتاح الوحيد هو مواجهة منتخب مصر الذي ضمن التأهل في المركز الثاني للمجموعة الثانية إلى جانب رأس الأخضر المتصدر وفي حال خسير المنتخب المغربي أمام الزامبيا سيكون قط أهل الثالثة لمجموعتها وهو المركز المضمون سلفا على الأقل وفي هذه الحال سيكون المنتخب المغربي مجبرا على مقارعة متصدر المجموعة الرابعة أو الثالثة وتصدر المنتخب الأنغولي المجموعة الرابعة فيما تصدر منتخب السينيغال المجموعة الثالثة إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الرقراجي لن أصافح اللاعبين بعد اليوم الفيديو يورط لاعبي المنتخب الوطني المغربي بوفال والزلزولي النجم المصري محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب المغربي بهذا التصريح الكبير والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار